لماذا يجب أن تبيع على الأمازون؟ أصبحت أمازون قناة التجارة الإلكترونية في معظم أنحاء العالم لإعطائك بعض المقارنة في عام 2018 حققت أمازون 232 مليار دولار من المبيعات أما إي باي فقط 10 مليار دولار أصبحت أمازون مشهورة جدا لعدة أسباب قاعدة عملاء ضخمة ضم أكثر من 100 مليون عضو في أمازون تقوم أمازون بكل عملية الشحن والوفاء بالطلابيات من خلال برنامج FBA الأمازون يجعل من السل سرد وبيع المنتجات في عام 2018 كان هناك أكثر من 200 ألف بائع على أمازون يحققون إرادات تزيد عن 100 ألف دولار في السنة وذلك بفضل قاعدة العملاء الهائلة التي تمتلكها أمازون يمكن القول لم يسبق متيل في التاريخ أنه كان من السل جدا الوصول إلى العديد من الزبناء يقوم بائع الطرف الثالث بشحن جميع بضائعهم إلى مستودعات أمازون ثم تقوم شركة أمازون بشحنها إلى العملاء من خلال شبكتهم من الشاحنات والدرونز والروبوتات مع قرايم للملاحة هذا هو أسس الوفاء بالطلابيات على أمازون والمعروف باسم FBA أنت كبائع تدفع تمنى كل الشحنات إلى مستودعات أمازون وللشحن من تلك المستودعات للعملاء ومع ذلك نظرا لأن التخفيضات التي تحصل عليها أمازون في مجال الشحن فإن التكاليف ستكون أرخص بنسبة تراوح بين 50% و 80% مما لو كنت قد قمت بالشحن مباشرة من منزلك أو من المستودع إلى العملاء كيف يختلف موقع أمازون عن إي باي أو شوبي فاي التتساءل كيف يختلف البيع على أمازون عن البيع على إي باي أو موقع الويب الخاص بك الأمر ليس مختلفا حقا بينما تشتري أمازون بالفعل بعض منتجتها مثل وولمارت فإن أكثر من 5% من مبيعاتها سببها بائع الطرف الثالث الفرق الأكبر هو كيف تمر عمليات الإيفاء بالطلابيات لموقع الويب الخاص بك أو إي باي إلى آخره في كل مرة يقدم عميل طلبا تكون مسؤولا عن شحن هذا المونتج مع أمازون من خلال برنامج إيف بي أي ستقوم أمازون بالتعامل مع كافة متطلبات التنفيذ ماذا تحتاج للبيع على الأمازون؟ يعد حساب أمازون سيلر سنترل هو الشيء الأساسي الذي ستحتاجه للبيع على أمازون سيكلفك هذا حوالي 39 دولارا أمريكيا شهريا ثم 15% من المنتجات التي تبيعها بعد حساب البائع المركزي ستحتاج بالطبع إلى نوع من المنتجات للبيع يمكنك إما شراء هذه السلع فعليا إما من الصين أو من خلال التجزئة أو عن طريق دروب شيبين إن الشيء الجيد في البيع على أمازون هو أنك لن تحتاج إلى معالج دفع مثل سترايب أو بايبال لأن أمازون تعالج جميع عمليات الدفع الشيء الجيد لآخر في البيع على أمازون هو أنك لن تحتاج إلى شحن منتجاتك فعليا إلى العملاء ومع ذلك سوف تحتاج إلى شحن منتجاتك بكميات كبيرة إلى مستودعات أمازون مما يعني عادة إسقاط منتجاتك في مستودع UPC أو FedEx بغض النظر عن المكان الذي تحصل فيه على منتجاتك فإن وجود أداة البحث عن المنتجات مثل Jungle Scout أو Helium 10 سيجعل إجراء البحث التنفسي أسهل بكثير ماذا يمكنك أن تبيع على الأمازون؟ هناك ثلاثة أنواع رئيسية من المنتجات التي يبيع الأشخاص على أمازون منتجات Dropshipping قم بشراء المنتجات من مركات أخرى وقم ببيعها إلى أشخاص آخرين واطلب من العلامات التجارية شحن المنتج مباشرة إلى عميلك منتجات تجزئة ابحث عن منتجات علامات تجارية أخرى مخفضة لتجار تجزئة التي تشتريها بسعر رخص وتبيع بسعر مرتفع على أمازون منتجات لعلامات تجارية الخاصة ابحث عن منتجات في الصين من خلال أليبابا قم بإنشاء علامات تجارية الخاصة من حولها وبيعها على أمازون تتميز العلامات تجارية الخاصة بأعلى هو مش الربح وأقل منافسة ولكنه أيضا أصعب ويتطلب الكثير من المال لا يتطلب دروبشي بنائي أموال تقريبا للبدء ولكن لدي الكثير من المنافسة تحتاج أيضا إلى الخروج والعطور على موردين رائعين للعمل معهم ومن لا يبيعون إلى شركة التجارة الإلكترونية الأخرى التجزئة له هو مش جيدة جدا كما أنه من الساد جدا البدء فيه ولكنه يتطلب منك أن تبحث باستمرار في أماكن مثل وولمارت وهم ديبو لإيجاد صفقات جيدة في الواقع لا تعد أمازون بما تبت منصة جيدة جدا للدروبشي بن لأنها تكافئ البائعين الذين يرسلون مخزونهم إلى أمازون نصيحتي إذا كان لديك خمسة ألف دولار على الأقل للبدء فحاول وضع العلامات الخاصة إذا كان لديك القليل من المال أو لا تملك المال فجرب المنتجات بالتجزئة كيف تبيع على الأمازون أول ما عليك فعله للبيع على أمازون هو فتح حساب أمازون سيلر سنترل حساب البائع المركزي هو قلب كل أعمال البائع حساب البائع الاحتراف الذي تريده حقا مقابل خيار المجاني هو 39 دولار شهريا إليك ما تحتاجه لفتح حساب البائع المركزي اسم نشاطك التجاري وعنوانك ومعلومات الاتصال الخاصة بك لا يلزم أن يكون نشاطا تجاريا في الولايات المتحدة بطاقة ائتيمان رقم هاتف معلومات الهوية الطريبية الخاصة بك خطوة بخطوة الاشتراك في حساب البائع المركزي يكلف فتح حساب البائع المركزي الاحترافي 39 دولار شهريا بغض النظر عن المبلغ الذي تبيعه علاوة على ذلك ستحصل على عمولة 15% على أي من المنتجات التي تبيعها اشمل هذا 15% جميع رسوم بطاقة الاتيمان لذلك هو أكثر من 12% عملية إعداد حساب البائع المركزي بسيطة وسريعة للغاية عند إنشاء حساب البائع المركزي الخاص بك سيكون لديك خيار استخدام حساب زبون أمازون الحالي اقترح بشدة استخدام حساب مختلف وعنوان بريد إلكتروني لحساب البائع المركزي الخاص بك الشروع في العمل العطور على المنتج الأول خاص بك حسنا في هذه المرحلة يجب أن يكون لديك حساب البائع المركزي عند تسجيل دخل إلى حسابك يجب أن يبدو مثل هذا الآن السؤال الكبير هو كيف تجد أول منتج لك تبيعه على أمازون نحن نغطي هذا الأمر إلى حد كبير في كيفية العطور على المنتج للبيع على أمازون لكن اسمح لي أن أعطيك بعض المؤشرات الموجزة إذا كنت تعمل على البيع بالتجزئة فأنت في الأساس تريد بيع أي شيء يمكن شراءه بسعر رخص بدرجة كافية إذا كنت تقوم ببيع علامة تجارية خاصة فعليك بالنيش المناسب بالنسبة إلى العلامات الخاصة فأنت تريد العطور على منتج بحجم بحث متوسط يبلغ 5000 عملية بحث أو أقل في الشهر كيف يمكنك تحديد حجم الكلمات الرئيسية هذه؟ باستخدام آدات بحث أساسية مجانية مثل هليوم 10 يحتوي الهليوم 10 على العديد من العروض المدفوعة ولكن لديهم آدات كلمات رئيسية مجانية رائعة تسمى ماغنيت على سبيل المثال يمكنك أن ترى أن مصطلح البحث عن التوم يحتوي على 52949 عملية بحث عنه كل شهر على أمازون عبارة البحث عن مكبس التوم الفولدي المقاوم للصداء يحتوي فقط على 2327 عملية بحث في الشهر لذلك نوصي بمتابعات منتج مثل مكابس التوم المصنوعة من الفولد المقاوم للصداء بدلا من مكابس التوم العامة التي عادة ما تكون من البلاستيك بمجرد العطور على المنتجات التي تتابق تلك المعايير فإنك تريد تأكد من أنها يمكن أن تكون مربحة عادة ما أهدف إلى تحقيق عائد استثمار 100% على المنتجات التي أبيعها مما يعني أنه إذا اشتريت منتجا من مبلغ 20 دولار فأنا أريد أن أبيعه أربح 20 دولار القاعدة العامة هي أنك تريد ترميز المنتج الخاص بك 3 مرات من أجل تحقيق عائد استثمار 100% لذلك إذا اشتريت منتجا مقابل 20 دولار فأنت تريد بيعه مقابل 60 دولار تكاليف البيع على أمازون الأمازون سوف تطلب لك 5 أشياء رئيسية رسوم الإحالة تكاليف الشحن FBA الصادرة تكاليف الشحن FBA الواردة تكاليف الإعلان التخزين الشهري رسوم الإحالة هي حوالي 15% تكاليف الشحن تختلف اعتمادا على حجم المنتج الخاص بك والوزن تكاليف التخزين حوالي 1.20 دولار و 2.40 دولار لكل قدم مكعب لا يلزمك الإعلان على موقع أمازون ولكن يجب عليك ذلك بالتأكيد توقع أن تتروح تكاليف إعلاناتك بين 10 و 20% من إجمالي مبيعاتك هلاوة على ذلك لديك أيضا تكاليف المنتج والجمارك والرسوم في حالة الاستيراد من بلد آخر وأي تكاليف عما تتحملها الحصول على المنتج الخاص بك وقائمة المنتج في هذه المرحلة نأمل أن تجد منتج رائعا وأن تكون جاهزا لإرساله إلى مستودعات أمازون FBA الآن كيف تسريد لائحة منتجك بالفعل وتجعله جاهزا للبيع للعملاء هذه العملية هي كما يلي اشتري الرمز الشريطي UPC ضع ملسق البركود UPC على منتجك أنشئ قائمتك على الأمازون اشتري ملسقات شحن أمازون بارتنت كارير وشحن العنصر إلى أمازون شراء البركود UPC هذا هو الجزء الذي يتعطر فيه الكثير من البائعين كل منتج على الأمازون يحتاج إلى رمز الشريطي من UPC هناك استثناءات لهذه القاعدة ولكن ننسى أن هذه الاستثناءات موجودة UPC هو في الأساس رقم فريد تشتريه من شركة تدعى GS1 ولا يضمن لأي منتج آخر في العالم أن يشارك في نفس رقم منتجك إذا كنت تقوم بإعادة بيع منتج شخص آخر فمن المؤكد أنه يحتوي بالفعل على رمز شريطي من نوع UPC وبالتالي لا تحتاج إلى اتباع هذه الخطوة تتروح أسعار الباركود GS1 الرسمي من حوالي 100 إلى 500 دولار في السنة حسب الكمية التي ترغب في شرائها معظم البائعين الجدود يشترونها على دفعات من 10 أو 100 يمكنك أيضا شراء رمز الشريطية من الموزعين مثل Speedy Bar Codes الأسعار أرخص بكثير حوالي 15 دولار مقابل 10 رمز شريطية وتدفع مرة واحدة فقط المشكلة هي أن أمازون رسميا تحضر استخدام الباركود لمعاد بيعه ومع ذلك لا يزال عديد من البائعين يستخدمون الباركود لمعاد بيعه إذا كنت تجري تجربة مع أمازون في الوقت الحالي فمن المفيد شراء عدد من الرمز الشريطية من موزع مثل Speedy Bar Codes وعندما تصبح جادا في الأمر يمكنك شراء الرمز الشريطية الرسمية من GS1 وضع الباركود UPC على المنتج الخاص بك يجب أن يتكون رمز شريط UPC لمنتجك من 11 رقم إلى 13 رقما أنت الآن بحاجة إلى تحويل هذا الرمز الشريطي إلى رمز يمكن للآلة أن تقرأه هذا هو في الأساس مجرد خط كل ما عليك فعله هو استخدام موقع ويب مثل هذا وإدخال رمز UPC من 11 رقم إلى 13 رقما ومثل السحر سيكون لديك رمز شريطي قابل للقراءة آليا يمكنك فقط طبعات هذه الرسم الشريطية على الطابعة الخاصة بك وتثبيتها على السندوق يمكنك أيضا استخدام طابعة ملسقات رائعة لتطبعها على ملسقات حقيقية أو يمكنك فقط إعطاء المورد الخاص بك PDF من ملسقاتك واطلب منهم الالتزام بها في جميع السنادق الخاصة بك الأمر ما تركه لك إنشاء القائمة الخاص بك على الأمازون تحتاج الآن إلى إنشاء قائمة بياناتك بالفعل على أمازون يمكنك القيام بذلك عن طريق الدخول إلى حساب البائع المركزي والانتقال إلى المخزون ثم إضافة منتج إذا كنت تعمل في البيع بالتجزئة وكان منتجك موجودا بالفعل فستجد رقم UPSC وادخل هذا في شريط البحث عن المنتج إذا كان هذا منتجا جديدا فأنت بحاجة إلى النقر فوق الرابط الذي يقول أنا أضيف منتجا لا يباع على أمازون.com بمجرد النقر فوق هذا الرابط سيطلب منك تحديد الفئة الأكثر ملاءمة للعنصر الخاص بك بعد ذلك ستحتاج إلى إدخال بعض التفاصيل الحيوية لمنتجك بعد ذلك الشيء الأكثر أهم هو بيع قائمتك بالفعل لقيام بذلك تحتاج إلى ملء الحقول التالية صور نقاط التعداد النقاطي أي ميزات المنتج الرئيسية ووصف المنتج للوصول إلى هذه الحقول قد تضطر إلى التبديل في طريقة العرض المتقدمة الصور يشعل أكثر أهمية في الواقع لتحويل القائمة الخاصة بك حاليا تتيح أمازون حتى تسعة صور فوتوغرافية يجب عليك استخدام ما لا يقلع الخمسة صور فوتوغرافية إذا كنت تريد الحصول على قوائم منتجة وتباع بكترة يعد إنشاء صور جيدة من أمازون بما تمت نموذج فني بعض الصور المنتج تتمت الأهم عوامل التحويل الخاصة بقائمتك في النقاط النقاطية بشكل عام يجب أن تعدف إلى وضع كلماتك الرئيسية في نقاطك النقاطية التالي هو وصف المنتج وصف المنتج عبارة عن نص عادي تقريبا على الرغم من أن أمازون تسمح بإدراج بعض الـ HTML الأساسي للغاية بمجرد ملء جميع المعلومات اللازمة ستقوم بإنشاء قائمتك خلال 15 دقيقة سيظهر العنصر في حساب البائع المركزي الخاص بك ضمن قائمة الجرد بمجرد إنشاء قائمتك سيتم تعيين ASIN وهو عبارة عن سلسلة من الأحرف والأرقام وهو المعرف الفريد من نوعي الذي تقوم أمازون بتعيينه لكل منتج في هذه المرحلة سيتم الآن عرض منتجك على أمازون يمكنك البحث عن ASIN الخاص بمنتجك على Amazon.com وسترى قائمتك شراء شاحن FedEx UPS مخفضة سعر أصبح العنصر الخاص بك الآن مباشرا على موقع أمازون ويمكن للناس شراءه تقنيا إذا قمت بشحنه فعليا لهم لا تريد شحن منتجك إلى كل عامل تريد أن تقوم أمازون بشحنه عليك ليس فقط لتوفير رحلاتك إلى مكتب البريد تذكر أن القوائم الممكنة لـ FBA تحصل عادة على زيادة في المبيعات بنسبة 300% و 400% كحد أدنى للقيام بذلك تحتاج إلى إرسال عناصر الخاصة بك فعليا إلى مستودعات Amazon FBA هناك العشرات من مستودعات أمازون في جميع أنحاء البلاد وسوف تختار أمازون وفقا لخوارز ميتها ستدفع مقابل تكلفة الشحن لكن أمازون ستزودك ببطاقة UPS أو FedEx مخفضة سعر وكل ما عليك فعله هو إسقاط أغراضك في مستودع UPS أو FedEx هل يمكنني الشحن للعملاء بمفردي؟ ربما تتساءل عما إذا كان يمكنك شحن منتجاتك مباشرة إلى العملاء دون الشحن أولا إلى مستودعات أمازون الجواب هو نعم ومع ذلك ربما لا ترغب في القيام بذلك بهذه الطريقة لسببين تكافئ أمازون البائعين الذين يشحنون إلى مستودعاتهم بشكل كبير جدا في تصنيفات البحث وهذا يعني عادة ما بيعت أكبر بنسبة 100 إلى 500% من الأرخص عادة أن يتم الشحن إلى مستودعات أمازون ومن ثم للعملاء بسبب الخصومات المعميقة التي يتلقونها مقابل رسوم شركة النقل لا تشحن إلى العملاء بمفردك إلا إذا كنت تعرف حقا ما تفعله بعد ذلك سوف تطلب منك أمازون ملء تفاصيل أخرى مثل كمية الحزمة إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي ترسل فيها هذا المنتج هذا يعني عدد العناصر التي تأتي في علبة واحدة من المنتجات إذا كان عنصرا صغيرا مثل مكابيستوم فقد يكون خمسين عنصرا لكل كارتونة بالنسبة لعنصر كبير مثل الجهاز التلفزيون سيكون عنصرا واحدا في كارتونة واحدة ملء أبعاد المنتج إذا طلب منك معلومات عن عناصر خطيرة فستكون إجابتك المحتملة غير قابل للتتباق ما لم يكن العنصر الخاص بك يحتوي على بعض المكونات الخطيرة فيه في الصفحة التالية سيسأل أمازون من الذي سيقوم بإعداد العناصر الخاصة بك يمكن أن يشمل ذلك أشياء مثل إضافة ملساقات والعلامات الأخرى على الأرجح لن تحتاج إلى أي شيء من هذا في الصفحة التالية سيسأل أمازون عما إذا كنت تقوم بتطبيق التصنيفات يجب أن يكون موردك وضع ملساقات UPC على البند الخاص بك أخيرا ستقدم أمازون مشروع شحناتك وإن تريد إرسالها لسوء الحظ ليس لديك رأي في المكان الذي يتم إرسال العناصر الخاصة بك إليه بمجرد تأكيد شحناتك يمكنك البدء في العمل عليها في الصفحات التالية سيطلب منك الكثير من المعلومات الزائدة مثل أحجام السناديق والأوزان هذا هو الأساس لشركة UPS أو FedEx بمجرد ملئ هذه الأوزان ستنشئ أمازون تسمية UPS أو FedEx لك جنبا إلى جنب مع بطاقة UPS المدفوعة مسبقا هذا يجب أن يكون على صفحة واحدة ستلتزم بهذه العناصر مهما كان الصندوق لا تقوم بشحنه إلى أمازون ومن ثم تترك الحزم الخاص بك في مستودع UPS أو FedEx المحلي ستجلس وتنتظر الأمازون لتلقي المنتجات الخاصة بك قد يستغرق الأمر أمازون 2 إلى 7 أيام لاستلام أغراضك وهذا يتوقف على مسبق UPS ومستودع FedEx منك يمكن لأمازون بعد ذلك أن يستغرق 5 أيام لفحص مخزونك فعليا بمجرد الانتهاء من ذلك ستكون أغراضك جاهزة للبيع الحصول على الكثير من المبيعات لمنتجاتك تحسين قائمتك لمعدلات التحويل تكافئ أمازون المنتجات التي لديها معدلات تحويل عالية بمعنى آخر إذا جاء العمل إلى صفحة قائمة المنتجات الخاصة بك فمن المحتمل أن ينتهي الأمر بشيرائي يمكنك رؤية معدل تحويل العناصر الخاصة بك عن طريق الذهاب إلى البائل المركزي ثم التقارير ثم تقارير الأعمال ثم تفاصيل مبيعات الصفحة وحركة المرور بشكل نعم تريد أن يكون معدل التحويل أو المبيعات الخاص بك 10% أعلى أقل من 10% فهو ليس جيد وفق 20% فهو ممتاز كيف تحصل على معدلات التحويل أعلى خفض الصير الخاص بك حسن المراجعات الخاصة بك والحصول على المزيد من المراجعات تحسين صور المنتج الخاص بك استخدام محتوى العلامة التجارية تضمين الفيديو على قائمتك لسؤال حد نحن نعلم أن السعر هو أحد أهم عوامل معدل التحويل والمبيعات لقائمتك خفض سعرك سيزيد من معدل التحويل الخاص بك في جميع فئات المنتجات تقريباً ستحتاج إلى معدل تقييم متوسط أربع نجوم أو أكثر فيما يتعلق بعدد المراجعات على الرغم من أن المنتجات الأكثر مبيعاً قد تحتوي على مئات من المراجعات أو أكثر فغالباً ما يكون وجود خمسة أو عشر تعليقات رائعة أكثر من كافي نظراً لأن المراجعات قوية جداً فإنها تعد واحدة من أكثر الأشياء التي يتم إساءاته استخدامها والتلاعب بها على أمازون فيما يلي بعض الطرق الأكثر شيوعين للحصول على المراجعات استخدام المستجيب التلقائي للبريد الإلكتروني لطلب المراجعات استخدام إدراج المنتج لطلب المراجعات استخدام برنامج المراجع المبكر من أمازون استخدام خصم المنتجات الشيء التالي الذي يمكنك القيام به لتحسين معدلات التحويل والبيع هو تحسين صور المنتج الخاص بك فيما يلي مثال لصور المنتج الجيد وفيما يلي مثال لصور المنتجات السيئة تحتوي القائمة الأولى على سبع صور وتستخدم مجموعة كبيرة من النصص لبيع منتجاتها القائمة الثانية لديها صور واحدة فقط تحتوي على فيديو لكن هذا مجرد فيديو شاركة عامة لا يبيع المنتج على الإطلاق أربعة أنواع مهمة من صور المنتج على أمازون ما هي الأنواع لأربعة من الصور المهمة لقائمة أمازون خاصة بك صورة المنتج مع خلفية بيضاء مخطة معلومات بياني صورة لايف ستايل وصورة مواصفة المنتج الأمر الآخر لذين يمكنك القيام بهما لتحسين صفحات قوائم المنتجات وتحسين معدلات التحويل والبيع وما استخدام محتوى العلامة التجارية المحسن المعروف باسم EBC ومقاطع الفيديو الخاصة بالمنتج يسمح لك محتوى العلامة التجارية المحسن بإضافة المزيد من صور المنتج إلى وصف عناصرك إليك مثال على محتوى العلامة التجارية المحسنة للحصول على كل من محتوى العلامة التجارية المعزز والمحسن بما في ذلك أوصف المنتجات الموتيرة مثل الفيديو يجب أن تكون مسجلاً في برنامج تسجيل العلامة التجارية في أمازون لسؤل حظ يتطلب الأمر في الوقت الحالي امتلاك علامة تجارية لمنتجك الإعلان على أمازون أصبح أمازون موقعاً متزيداً للدفع مقابل الإعلان يعني أنه يتعين عليك الدفع مقابل ظهور الإعلانات أمام العملاء موقعاً أساسياً تدور فيما الإعلانات ضمن نتائج البحث وفي صفحات منتجات أمازون فيما يلي مثال على نوعين من الإعلانات في صفحة نتائج البحث إعلان العنوان الرئيسي وإعلان المنتج الدعائي وإليك مثال الإعلانات على صفحة قائمة المنتجات الصيانة المستمرة لأعمالك على أمازون مع نمو أعمال أمازون هناك بعض الأشياء التي يجب عليك القيام بها بشكل منتظم بما في ذلك مراقبة الإعلانات لأمازون بمرور الوقت سيكون لديك بعض الحملات الإعلانية التي تحقق أداء جيداً والبعض الآخر غير جيد فيجب عليك توقيف الحملات الخاسرة ومضاعفة الحملات الفائزة مراقبة القوائم الخاصة بك يجب عليك مراقبة قوائمك بشكل مستمر بحثاً عن أي تغييرات غير مرغوب فيها باستخدام آدات مثل سنتري كيت قد تقوم أمازون أحياناً بإضافة محتوى غير مرغوب فيه إلى قوائمك وقد يقوم المنافسة الآخرون بتخريب قوائمك قم بتطوير كتالوج المنتج الخاص بك في النهاية ستزيد منتجاتك من مبيعاتها المحتملة وستحتاج إلى الحصول على المزيد من المنتجات لدى معظم البائعين كتالوجات منتجات من عشرات أو حتى مئات منتجات تعد أمازون قناة مبيعات مذهلة ولكن توجد قنوات أخرى أيضاً بما في ذلك متجر شوبي فاي وإي باي وحتى البائع إلى تجر